أحبا يا عزائي معكم خالد بوزان فيه درس جديد من دروس أسئلت فحص الجنسية الألمانية أو تستاس لي من إن دورتشلند السؤال رقم 189 ومنشوف نص السؤال طبعا أنا في السؤال السابق قلت لكم أن السؤال الراحق لاحق رح يكون مثل قبله هذا السؤال مكرر وهذا الشي بيسهل علينا عملية حفظ الأسئلة مثل السؤال السابق بيختلف شوية صغيرة في صياغة السؤال وان باوتة دي در دي موار ان برلين أ. 1919 ب. 1933 س. 1961 د. 1990 وان متى باوتة بانت الماضي من فعل باون يبني دي 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 ايا، دويتش ديموكات شغي بوبليك الجمهورية الديموقراطية الألمانية دي موار جدار ان بيلين في برلين وعطينا أربع تواريخ طبعا نحن متل السؤال السابق بنعرف إنه جواب صحيح هو إنه تم بناء جدار برلين عام 1961 هاي المعلومة التاريخية مهمة جدا في تاريخ ألمانيا السؤالين 188 و 189 تنيناتهم بنصوا على نفس المعلومة ونفس الفكرة شوي بصياغة مختلفة في طريقة طرح السؤال ولكن الإجابة وحدة وطريقة الحفظ أكيد سهلة كتير هيك بتكون علينا طبعا سؤال بسيط بتمنى أنه تحفظوا بهذا الشكل عام 1961 بني جدار برلين كالعادة الأسئلة الرسمية موجودة لصفحة البوندس أم في ميغاتسيون دفلوشتلينغ فيكن تتدربوا عليها هناك في النصوص الرسمية للأسئلة تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم